اشتركوا في القناة مع كافة الاطراف الليبية وترفض الالاعب والخدع التي تمارسها بعض الاطراف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي دعى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وان تتخذ الجامعة العربية موقفا واضحا تجاه الانتهاكات التركية المسؤولية لشقاء العرب جامعة الدول العربية يجب ان تكون لها موقف قوي وصريح وواضح ضد التحشيد التركي ونقل الاسلحة والعتاد واجنوت الى ليبيا وهذا استعمار وفي جلسة لمجلس الامن اعزى وزير الخارجية المصري تفاقم الاوضاع في ليبيا لنقل لاعب اقليمي مقاتلين من سوريا الى ليبيا واعتبره تهديدا لامن ليبيا ودول الجوار الوضع تفاقم في ليبيا بسبب نقل لاعب اقليمي لمقاتلين من سوريا الى ليبيا كما كشف ممثل حقوق الانسان وهذا تهديد جدي لامن ليبيا ودول الجوار وكذلك سواحل البحر الابيض المتوسط تطورات اقلقة الامنة العامة للامم المتحدة الذي حذر مما وصفه بتدخل خارجي غير مسبوك في ليبيا معربا عن قلقه من الحشود العسكرية حول سيرد خلال الجولة الثالثة من الاجتماعات عقد ممثل الخاص اجتماعين افتراضيين مع كلا الطرفين اكد خلال اللقاء على النقاط الاساسية بشأن توافق الاراء كرحيل المرتزقة الاجانب والتعاون على مكافحة الارهاب بين المؤسسات العسكرية والامنية في البلاد طلعت موسى العربية موسى العربية